اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس في الاخر الحمد لله سهرانيا شايف المشروعات دي عاملة زي هتنقل مصر زي في المجال الزراع وسطلع على الاراضي سيا فندم ها فيه مقولة شهيرة جدا بتقال من يملك قوت ويملك قراره احنا عندنا الحمد لله بتدينا في زراعة الامح من السنة اللي فاتت السنة دي عدد الفددين بيزيد ده طبعا هيعمل على المواطن العادي لان احنا بنكلم مردود اكيد مردود بنكلم في امح بنكلم في البيزيك بتاع كل حاجة فاحنا خلاص هنوفر الامح لنا الناسنا هنوفر الدولارات اللي بنستورد بيها وده اعتقد اكبر يمكن انجاز اتعامل في الفترة اللي فاتت دي اخيرا انا برضو هسيب البشماند السعسامي يتكرم على المشروع بس رسالة اخيرا توجيها لكل الناس للشباب والبنات من تشكة تولولهم يا بشماند السرامي تعالوا حولوا المعانة الاصفر للاخضر هتحسوا بعظمة كبيرة جدا لما تلاقوا الماء دخلة والارض مزروعة وتشوفوا الانجاز والحصاد كمان لسه بقى الحصاد كمان شهرين ان شاء الله ان شاء الله سرانيا وسعيد جدا باللقاء شكرا ليك يا فاند مرسي مرسي الفاند شسامي انت هنا مدير الموقع المشروع والموقع ولينا بقى الموقع والمشروع اخبروا ايه وإيه اللي بيحصل وإيه اللي بيتنفس على الأرض الواقع اولان المشروع تم في 8 شهور من بداية فبراير لحد تم التشغيل في 25 ستمبر المشروع طبعا المكان ده في يناير اللي فات كان عبارة عن جبل جرانيت صخور علي تلكسافة استلمنا المشروع في نهاية يناير وبدأ العمل على مدار الساعة مليون وربعمائة ألف ساعة عمل على مدى 8 شهور علشان نقدر نشغل المحطة في الوقت أو في زمن قبل المتوقع كمان المتوقع تنفيذه في كم يا بشوان المشروع النموذج ده من المحطات المتعرف عليها هنا في مصر مش أقل من 24 شهر عمل علشان تقدر تدخل سنتين سنتين تمكن في 8 شهور بالزبط المحطة داخل التشغيل 8 شهور تلتين بالزبط يا فندم بدأ التشغيل طبعا حجم أعمال مهول احنا بنتكلم في 15 ألف متر مكعب خرصانات بنتكلم في 400 طن من المنشأ معدني بنتكلم في مضخات وزن المدخة 50 طن لنباط مش كلم لنباط يا فندم بدون توقف نهائي على مدى 8 شهور كم متر مكعب مية بتنقلها المحطة الرئيسية دي المحطات الفرعية عشان يعني تروي الأراضي المستصلحة لزراعتها بجميع الزراعة خاصة الأمح المحطة قدرتها 6 و 3 من 10 مليون متر مكعب في اليوم وده عن طريق 12 مضخة كل مضخة بتصرف 8 متر مكعب في الثانية المحطة تزرع كام المية تزرع كام فدان مرحلة أولى هتبدأ بـ 100 ألف فدان وإن شاء الله هتغطي 180 ألف فدان المرحلة التانية هل في محطات رئيسية تانية غير الأولى الواحد واثنين في المخطة والمستقبل الموجود تم تنفيذه فعلي المحطة الرئيسية واحد محطة رئيسية 2 على بعد 6 كيلو من هنا دول روحا إن شاء الله إن شاء الله دول بيرفعوا علشان تجاوز العوائق الطبيعية بسبب اختلاف منسوب الأرض فالمحطة الواحدة بترفع 20 متر رأسي دي في حاجة بشهون ديسة آه بعد إذنك محتاجة بس تنوه إن المشروع دوت اتعمل بـ 95% من المواد اللي صنعت في مصر كانت نسبة الاسترات في قليلة جدا تقريبا هي بس معمولة خصيصا للمشروع دوت لكن ما هو غير ذلك كله كانت صنعات العمالة يا بش مهندسة العمالة مصرية 2500 عامل ومهندس كانوا مشغالين على مدار الساعة في خلال الـ 8 شهور اللي فاتوا دول كان عندنا كميات رهيبة برضو التحدي الجو ده مش من الحاجة السهلة خالص درجة الحرارة كانت بتوصل هنا لـ 60 درجة كنت بتعاملوا زي معها خاصة في العمالة الإنشاءية والخارصة عمالة اللحمات بالزيت هي كانت أصعب حاجة أولا كنا بنحاول نعمل اللحمات على قد ما نقدر فيه بالليل من يعني الجو مكتش بيفرق كتير يعني 60 من 50 بس ده كان من أكتر لشعبات الجو والعواصف الترابية اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت بس الحمد لله قدرنا نتغلب على الطبيعة الصحراوية وقدرنا نتغلب على الأعباء اللي موجودة في الجو وبرضو المنطقة نائية مفيش أي اتصالات مفيش أي حاجة كانت صعبة جدا على المنطسين اللي كانوا موجودين